سجل مستوى الساعة التشغيلية لمطار البحر الدولي في شهر أغسطس الماضي نموا ملحوظا بحسب تقرير تم نشره على موقع أفييشن ويك وفاد التقرير بأن عدد المقاعد وصل إلى نحو 640 ألف مقعد ما يمثل زيادة من نسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي تطور مستمر وازدهار كبير في المشاريع التنموية الوطنية وأبرزها مطار البحرين الدولي الذي غير وجه السفر ونقله إلى مستويات مميزة ينافز باحترافية عالمية المطارات المتنوعة هذا التطور عكس بشكل واضح على النمو الملحوظ للساعة التشغيلية التي تدعمها بنية تحتية تكنولوجية معلوماتية متطورة حيث أكد تقرير تم نشره على موقع أفييشن ويك أن عدد مقاعد المغادرة وصلت نحو 640 ألف مقعد ما يمثل زيادة بنسبة 9% موازنة بنفس الشهر من العام الماضي هذه الأرقام والإحصائيات تثبت تماشي شركات الطيران بشكل مضطرد تصعدي مع التطورات الحاصلة في مطار البحرين الدولي وهو ما شجعها على زيادة أعداد ترددات الرحلات وتنوع وجهات السفر ومدن الوصول مطار البحرين الدولي يقدم تجربة متطورة ومتكاملة تتيح أعلى معايير رفاهية للمسافرين وشركات الطيران التي تؤكد تميزه من خلال الأرقام العالمية ترجمة نانسي قنقر